نفهم هذه القاعدة شنو هي وشنو أساسياتها وشلون نقدر نطبقها ويانا بالاستوديو الدكتورة هند السلين الاستشارية النفسية والمعالجة بالطاقة الحيوية حتى تحتي لنا أكثر عن هاي القاعدة صباح الخير دكتورة صباح الخير دكتورة صباح خير سعادة كونتو بخير أهلا وسهلا دكتورة شنو هي هاي القاعدة يعني يمكن ممفهومة وكل ما يعرفها شلون ممكن تشرحيننا عليها أكثر قاعدة الخمس ساعات يوميا هي مشهورة أنه هي قاعدة الأثرياء والناجحين هي تتضمن أنه ممارسة نوع من أنواع المهارات خمس مرات أسبوعيا فهذه المهارات حددت بأن تكون القراءة أولها التأمل أو الرياضة ثانية وثالثا التجربة بأن تخلي نفسك ضمن تجربة جديدة تجربة مهارة جديدة أنت لم تقم بها سابقا فنقوم بهذه العملية من ساعة إلى خمس ساعات أسبوعيا يفضل طبعا أنه تكون خمس ساعات أسبوعيا يعني مو أقل أو أكثر خمس ساعات خمس ساعات ضيب بهاي الساعات إحنا أنت حترتين عليها كل ساعة مثلا نخصص هالشي أو لا؟ نو نو هو هي حيكون مثلا ساعة باليوم لأن هي خمس ساعات أسبوعيا يعني خمس على مدى خمس أيام أنا أقل لي باليوم خمس ساعات نو نو يقولوني هو ليش أصلا حد زين ليش خمسة رقم خمسة بعلم طاقة الأرقام رقم مرتبط بالنمو والتغيير والثقة تمام ويرمز ليوم الخميس فهنا أنت تنطي نهاية النمو أيام الأسبوع حتت تبدي بداية جديدة فأنت هنا يعني قمت بعملية التغيير وعملية النمو أيضا فهي ساعة ممكن تكون باليوم نخصصها نقسمها على ثلاث فقرات يعني ممكن حتى تقسم صباحا ومساء وممكن عشرين دقيقة لكل مهارة مثلا للقراءة أو للتأمل للرياضة أو كذلك لتجربة جديدة مثلا أنه أدخل كرة معينة مثلا في مكان معين هو هذا الغرض منها أنه أكون بعيد عن كل الضغط عن كل التركيزات اللي ستصير أثناء اليوم وأتجه للتنمية الذاتية حلو طيب دكتورة حتشي لنا أكثر في هذه القاعدة نعم الحلوة الخفيفة خمس ساعات ساعة واحدة باليوم شلون نحن نقدر نطبقها؟ على قد ما هي بسيطة قبل ما نتجه للتطبيق لازم ندرك أهميتها الإنسان اليوم إذا يدرك أهمية الشيء وهذه الأهمية كيف إنعكاسها عليه صحيا ونفسيا يبدأ هو تلقائيا يلتزم اليومان إذا هذه النار تأذيني مستحيل أتقرب من عندها تمام إذا اليومان إذا سوق سيارة مستحيل مثلا أتجاوز الإشارة ودخل في زحام وتعرض الحادث لأنني بالنتيجة أريد أحمي نفسي فمن نعرف إحنا أهمية هذه الثلاثة شسة والتي هي القراءة أو التأمل أو التجربة شنو أثرها إحنا حنلتزم تلقائيا فخلييني الطرقة والشيء لموضوع القراءة هذه الثلاثة القراءة والتأمل أو التجربة أغلبية أغلب تأثيرها تكون عن المنطقة الرمادية في الدماغ المنطقة الرمادية طبعا هي مسؤولة عن تطور اللغات عن النمو عن التواصل أيضا تمام حتى الأكسجين اللي يحتاج الدماغ هي تأخذ من عندها 94% فهي منطقة مسؤولة عن كثير من العمليات الحيوية القراءة طبعا من خلال إجازة الرنين المغناطيسي ومن خلال التجربة على الناس التي ملتزمة خلي نقول مثلا يوميا بنمط معين من القراءة القراءة يعني زادت من كثافة المنطقة الرمادية خلايا الدماغ ثابتة لا تتغير لكن ممكن أن تزيد كثافتها حلو طيب إيش قد تأخذ وقتها مثلا لما نحن نشوف النتيجة علينا نوهي فورية فورية أنت مباشرة من تقرين مباشرة المواصلات العصبية لزيد كثافة الدماغ مباشرة تبدي تنور حلو فالتغيير فوري يعني نتيجة أسانة كن فيكون كن فيكون هو هذا المبدأ أنني اليوم كن أقرأ كن أسوي رياضة كن أسوي تجربة فيكون علي يكون على دماغي ويكون على كل جزدي الحيوية طيب إذا ماكو وقد أننا نقعد نقرأ ونخصص وقت لهذا الشي شلون أنا أقدر مثلا لا مثلا أغير هذا الروتين وأني خليني أقعد وأخصص وقت هذه الخطوة نوه احنا اتفقنا هنا مو مسألة أنه هذا فن إدارة الوقت أول شيء أهم أهم شيء أنه أدرك أنني عندي هدف هدفي اليوم هو شنو تحسين صحتي النفسية تحسين صحتي البدنية تحسين نمط حياتي إطالة العمر مثلا لأن حقيقة أنني نزيد كثافة المنطقة الرمادية وكثافة الخلايا الدماغية والعصبية تزيد المواصلات العصبية أنا هنا حجنا بالخرف حجنا بالزهايمر يصر عندي إطالة إحياء للخلايا مثل الرياضة الرياضة ليش مهمة؟ لأنه تحيي يكون مادة مادة البي دي انا اف بالدماغ تفرز الخلايا العصبية تسوي هذه المادة إحياء للخلية العصبية لذلك الرياضة مهمة مثلا التجربة مهمة ليش؟ لأن تنطل اللاوعي منطقة الاستنتاج المنطقة التحليل والاستنتاج فتزيد هنا الخلية العصبية المسؤولة عن هذه المهارة وكأنه تسوي للمهارة هذه لذلك نشوف نصبح تلقائيا نسوق النوبات نشرت بس نخلص ماشين لأنه مهارة السياقة الخلية العصبية داخلتها سواءتها داونلود تمام فما نحتاج بعد فهي هذه هذه مسألة التجربة والتأمل أو القراءة طيب الأشخاص اللي طبقوها ذكروا أنه حتى حضرة شهمي أنا ذكرتي أنه يقرؤون كتب هل أكونوا عيد كتب معينة مثلا الواحد يقراها أم كتب عادية؟ هو الأهم من موضوع أنه القراءة والالتزام بالقراءة أنه أتبع شغفي يعني كل واحد مثلا شن اللي يستمتع به يعني مو شرط القراءة فقط هو النو هو أهم شيء الاستمتاع الاستمتاع هو المحفز حلو لأنه إحنا سنشوف الطفل من يروح للمدرسة ويقول لي لا يقرأ يقرأ ما يسوي الهوم وورك سوي الهوم وورك ما يسوي الهوم وورك لأنه مفروض لكن من يروح مثلا يشوف فيلم أو يقرأ قصة حلوة أو يعني أي نشاط آخر حتى من يسوي لهم نعم من يسوي لهم نشاطات خارجية أنه تقرون مثلا من المكتب وكذا تشوفين يروحون عادي ليش يروح يتجه الشغفة للشيء لي يوفر للمتعة فأنا اليوم من أريد أقرأ من أريد أسوي مهارة جديدة داخلها ضمن التجربة من أريد أسوي تأمل أو رياضة أتابع شغفية أشوف شن الأشياء اللي أحبها هنا أنا رح أحقق هدفين هدف المتعة ولين الفايبس ستكون جدا عالية وأيضا الهدف الصحة العقلية والبدنية طبعا هاي القاعدة مثلا خمس ساعات هل هي بس هاي مثلا اللي احنا نقدر نحقق من خلالها أهدافنا أو أكو غيرها همينة القاعدة الوحيدة والأهم من كل القواعد اللي ممكن أن تدرج أنه أختار أكون آني من أختار أكون آني ذا ريل مي أنا الحقيقي هنا أنا هتوجه الأنا هتوجه لكل ما يريح هذه الأنا من أدرك حقيقتها وبالنتيجة رح أعرف شغفي من أعرف شغفي رح أخلي الأهداف مالتي ونأخلي الأهداف مالتي أنا ما طول عارفة شغفي وحددت الهدف إذن أنا بقمة الاستمتاع فتشوفين حتى الهدف ما يستغرق ذاك الوقت وحتى في رحلة سعي لهذا الهدف فأنا مستمتعة فهو هذا الأهم طبعا الحديث وياتش الغير عالم طب أنتي ذكرتي أنه همنا رياضة نعم أنه واحد ما عدا القراءة وأكيد قلنا ماذا القراءة يستبدلها بشي هو يحب من هواياته الرياضة هل أكو رياضة معينة مثلا أكو اللي تأملون مثلا ما عرف أكو اليوغا هو أكو شغلات مبدأ الرياضة أنه التحريك الحركة حركة العضلات فهو كله مرتبط بالدماغ والجهاز العصبي واني ذكرتها أن الرياضة وحتى هو التأمل نفسك هو التأمل هو شنو وليش يفضل التأمل يعني بعيدا حتى عن الحركات العضلية لأنهنا تربطين الصحة العقلية بالصحة البدنية بالتأمل مثلا لأنه التأمل يصاحبه تنفس عملية التنفس هي عملية تحريك للقلب ورية وإحنا نطيع عزاك مثلا الدماغ يشتغل العصبية يشتغل هنا نسوي إحياء إحياء لكل الخلايا سواء كانت بالدماغ أو باقي الجسم لذلك هو التأمل الآن ينصح به للصحة النفسية والصحة البدنية ينصح به لمرضى السرطان للروماتزم الذي عنده سكر الذي عنده قلب الذي عنده ضغط التأمل هو مو مسألة التأمل هو أني أكون هنا والآن حاضر يعني أبتعد أسوي بإرادتي الحرة يعني هنا أنا أنا أمارس حريتي لحظة التأمل حتى لو 30 ثانية 30 ثانية أنا أدرك أنه أنا حرة وما أحد مسيطر علي ولا على أفكاري هذه تنطيني قوة حتى أحيي كل خلية ماتت بداخلي حقيقة طيب التأمل مثلما قلت أنه كل مفيد نعم أكو مثلا شغلات تساعد على أنه يكون التأمل بشكل أصح يعني ممكن مثلا المكان الذي يقعد في مثلا إذا كان حديقة أو بيت مثلا تختلف حتى الواحد يتأمل ويخصص هذا الوقت يكون يسويه بشكل صحيح ويستفاد من عند أنا بالنسبة بالنسبة من نظري دائما لا أحب الفرام أو الهيكل أو الهيكل لأي شيء يعني لا أحب أنه الإنسان يدخل ضمن محدودية ليش لأنه رأسي سيدخل لدينا الصح والخطأ من أبدأ صح وخطأ فأنا أحب دائما أن انظر لنفسي أنني مقصر ما أدت هذا العمل بطريقة صحيحة وبالتالي ما سأخذ النتيجة المرجوة من عندي خلاص اختارت التأمل حتى أن أرتاح وين الراحة بالموضوع إذا فكر أنني سويت أمل أن أفكار لا يوجد فكرة أنا حاضر باللحظة فأنا أستطيع أن أفكار بطريقة بملعب مع الكرة قدم من أريد أفكار أقطع وأقول زير للأفكار فهي هنا المبدأ أن أختار التأمل حتى أثبت لنفسي أن أنا إنسان حر أن عندي اختيارات أن قادر على أن أبدل اختياراتي بحريتي صحيح لكن يمكن بعض الأحيان عندما يتأمل يفكر مثلا الشغلات التي يجب يسوي ويطبط هذا شرد الذهني هذا وارد لذلك التأمل هو الرياضة الذهنية لأن أنت تروض الذهن كيف يسوي كونترول للأفكار الشاردة فأنا أطيهم مثلا طريقة أقول لهم من تعبر الفكرة تخيل الفكرة لا مثل اللعبة وكأن أنا أطلق عليها طلاق رصاص أو ربط البيت ويكون سيهة لأن أنت سيهة للفكرة ونحن 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 لذلك التأمل هو رياضة ذهنية أن تبتعد عن المشتتات وتتجهين للتركيز الشيء الواحد لماذا أريد أن أركز على شيء واحد لأن كلما ركزت على شيء طاقتي صارت لهذا الشيء فهنا التحقيق لهذا الشيء سيكون أسرع سيختصر وقت ويختصر جهد صحيح العنوان ملتها خمس ساعات يدبين أنه سهلة ولكن التحضير عميقة جدا عميقة عميقة جدا وسهلة جدا إذا ندرك فائدتها علينا الإنسان اليوم قلت إذا يدرك فوائد الشيء سيلتزم بي تبقائيا هو يحب يسوي بالنتيجة هذه صحة البشرة للنساء مثلا صحيح بدلا تروح بوتيكس فلارو هذه الحركات لا يعني خمس ساعة ساعة في اليوم قسمي 20 دقيقة في اليوم حقيقة هي تكفي تكفي كل هذا التغيير حلوة طبعا مثل ما قلت أنه هي كلش عميقة أكو شغلات مثلا حابة تحتيها هم يعني تساعد أن واحد يطبق هذه الفقرة وتكون مثلا أسهل عليه هذه القاعدة هو الأسهل وهنا الموضوع هو يختص أنه يختص بالنجاح أنه قاعدة الخمسة دائما سيسوها لكل الناجحين أو مثلا الأثرياء كيف وصلوا لهذا النجاح كيف أكون ناجح طب هم كل هم طبقوها هذه القاعدة هم الأغلبية نعم هم نسميهم الفيجرز الهي اللي هم معلمين يعني أكو أثرياء كثيرين لكن أكو ثري عنده كيانا بيين بارز واضح اسم اسم موجود في هذا الكون منظم كل هذه البشرة كل الأرضية كتلة أربعة أسماء واضحة تمام فهنا أنت تعرفين أنه هذا هذا ما طلعه هذا الاسم ما برز هذا أكيد سوى أشياء معينة فالشيء الوحي أسهل اليوم ممكن أن أحدد الهدف أختار أحدد الهدف وحدد انطلاقا من شغفي من شغفي آني فإذا أول أتجه للداخل طيب دكتورة عفين أنه مرات مثلا أنت قلت سنرى النتيجة من أول ساعة أو من أول يوم ساعة ممكن مثلا أنه في اليوم الثاني لا نشعر بشعور ما اليوم الأول يختلف فنقول لا هذه تذبة لا نكمل بها هل سنرات هل سنرات ممكن جدا لأن نحن متغيرين نحن لحظة الشرود اليوم إذا عيني راحت مننا وراحت مننا أنا مباشرة خمس تلاف فكرة صارت بس مجرد هذه النظرة فهذا صار الشرود فإن الإنسان يكون رحيم مع نفسه دائما أدعوهم كونوا روح مع أنفسكم اليوم حلو أنا أصلا اختارت أكون آني حلو اليوم أشوف ما الأشياء ممكن أن أشوف البشرية التي أريد أسوي هذا الأهم شكرا على كل هذه المعلومات طبعا موضوع كلش حلو ومهم وإن شاء الله يستفادون عند المشاهدين ويطبقوا شكرا حبا أيدي شكرا جزيلا